كلام السيد الرئيس الحقيقة النهاردة كلام مهم جدا لأنه التعافي ويمكن مصر يعني أمام مسألة كورونا يعني كلنا تابعنا أنه الشأن المصري يعني اشتغل عليها بشكل جيد جدا يعني كان فيه تنظيم كان فيه مراحل كان فيه اهتمام بالمواطن المصري من أول دقيقة يعني كان الاهتمام على الأرض طول الوقت ومع في نفس الوقت رغم أنه العالم كله كان يعاني كورونا كانت مصر تحاول طول الوقت أن تقفز أيضا باقتصادها وتحاول أيضا أن توازي العمل بين التوقف أحيانا وبين العمل كثيرا فلم يتوقف العمل في داخل الشأن المصري من البنية والتعمير وأيضا أشياء كثيرة جدا مصر بزلت مجهود كبير أوي في هذا الشأن وأعتقد أن احنا تابعنا يعني مع بداية هذا العام النمو يعني الاقتصادي اللي حصلت عليه مصر رغم مشكلة كورونا الكبيرة السيد الرئيس كمان أكد بأن التعافي لابد أن تكون منظومة دولية لأنه لا يعمل أحد لوحده مصر كمان لم تكتفي بأنها تستورد مثلا اللقاحات ولكن في مدينة الدواء وأيضا في الأياد المصرية والأطباء المصريين بدأ تصنيع اللقاح المصري وأعتقد أن مصر تعتبر من الدول القليلة التي تتكامل مع باقي الدول اللي بدأت تصنيع اللقاحات زي أمريكا زي الصين زي روسيا وزي طبعا ألمانيا وغيرها ولكن مصر أعتقد من الدول اللي يعني اهتمت كثيرا جدا أن يكون عندها اللقاح وتؤمن المواطن المصري أيضا في ظل ده مصر كمان كانت بتعيل المواطن المصري اللي توقف عمله وكنا بنتابع هذا طول الوقت إذن أنت اقتصاديا وأنت أيضا عمليا ومن خلال دولة نامية بتحاول أن هي يعني تنمي المجتمع وتقفز به وتقدم خدمات لمواطنيها في نفس الوقت هي تحت هذا الوباء العالمي كانت بتحاول أيضا يعني أن تنقى بمواطنيها عن هذا الوباء قدر الاستطاع وأعتقد أن مصر من الدول التي نجحت في هذا بشكل كبير تعالوا نأخذ يعني نتوقف مع فاصل قصير لنعود ونستكمل معكم التساعة الليلة تتابع معكم الموقف العسكري وأيضا الهجوم العسكري من قبل روسيا على أوكرانيا وتتابع أيضا الموقف المصري وخاصة أن مصر أيضا لديها قلق شديد ومصر تبعث بصوت الحوار وهو الحل الأمثل في هذه الحالة الحوار السياسي والحوار الدبلوماسي وأيضا تتابع الجالية المصرية وما يستدعى من أشياء كثيرة نتابعها معكم الليلة في التسعة